كن واحد الحادث الأليم والمؤلم والذي خيم على الصحة الصحية إقدام من دوب وزارة الصحة بالراشدية بالنيابة على الانتحار طبيب فقير ينتمي إلى عائلة فقيرة وإلى بلدة فقيرة يجرف نازيه نظيف الزوجة دياله إطار معطلة وقبل تلزد الأولاد ماذا أنتم فاعلون لأهلي ودويه وما هي الإجراءات التي تقومون بها لتسليط الضوء على هذه القضية التي شغلت رأي العام الوطني لا أولا سيبو عرفان وما كنت باغيتش نبش في هذا الموضوع لأن احترام العائلة ديالو الساعة واني منش بتهمتها الله يرحمه وستعليه والله يرزق الصبر لعائلته أولا قبنا بكل شيء أنا أول ما سمعت بالخبار هاتفت الموديل الجيهوي وقتله يمشي إعززي العائلة ويحضره فيها الجانزة هذه النقطة الأولى ثانيا صفت تفتيشية هي خدمت مام وكاين النيابة العامة اللي دارت تفتيش ثالثا تصلت أنا شخصين بالجوزة دي المرحوم أنا شخصين وقلت لها بالحرف بقيت تنقش معها باش نشوف شنو هم المشاكل اللي تتعيش ووعدتها وهذا وعدت اليوم تنأكد عليها أنها غان سعدها ذاك شي اللي بغت ذاك شي اللي قلت لها ممكن لش نقوله ولكن وقلت لها أكثر قلت لها شوفها للا حسبيني ما شي وزير اللي تيدوي معك هذا أخ عندك في الوزارة واخذيت جميع التدابير ودويت مع بعض الدقائق واخذت لها أخذت جميع التدابير بس جميع المشاكل اللي ربما أتلقها غدين حلها إن شاء الله سيد الوزير ما رأيكم في الرسالة التي ترك المرحوم وما غد يشاء الرسالة ما يمكنش أن هذه النيابة العامة اللي غد تجاوب عليها ومتى كان القل والقال كان الاجتماعات مع النقابات كان الاجتماعات مع الموديل المتشفى يعني هذا ما يمكنش نجاوبك على هاتش بدون نيابة عامة هي اللي غدتها الحديث عن طبيب دراشدية السيد الوزير يعني يجرراني الحديث على الراشدية وقلم الراشدية هو المغرب الغير النافع كلية الموال البشرية الضحف في الجهيزات والغياب دياله ثلاثة ديال مشفايات مشفايات موشفى ملعي الاشترف كي يجوه الناس من فيقي كي يجوه الناس من ميدلت وكي يجوه الناس منتين غير مشفاع شنغوش ديال قلميما لتقرير آخر لديال جريدة صباح قالت بل إنه 70% من أجل حدي اللي مغلقة الريصاني بدون مشفى تين جداد عشرين ألف ناسة ما بدون مشفى وأرفود كذلك بدون أطباء ما هي التدابع التي يجب اتخاذ والإحسين لخدمة الصحية بقلم الراشدية أعرف أنت تتعرف المشاكل ديال الصحة مع مرين قرتها تتعرف كان إيجابية صحيح يعني المشاكل عديدة متعددة اختلالات ونقائص هي مشاكل مشاكل الصحة في المغرب هي مشاكل بنيوية عميقة وهيكلية اللي خصها واحد سياسة مندمجة ما غادشين دخلوا لها هنا ماشي هذا وقتها إلا بقنا في الراشدية أنا الراشدية اللي جيت ليها هذه شئت للشهور باش كنت تم وزرت جميع المستشفى يعني باش نقول لك شكين في الراشد في الراشدية كان المستشفى مليع اللي شريف اللي احنا يا المستشفى توسع روصل البنيات التحدي ذو أكثر من 80% والجهيزة دياله موجودة هذه النقطة الأولى كان المستشفى قول ميمال اللي دويته عليه ديال اللي عشرين غوش كان مركز صفية الدم كان مستشفى صغير في أيرفوت كان مركز القرب لسالة وتجهز للتكفل بمرض السرطة كان مركز ترويد لسالة كان مستشفى خاص بأمراض العيون هاتشي كل شي كان أكثر من هذا أنا من يمشي تما هذه الشهور أخذت قرارين القرار الأول أعطون الله يجزون به العامل والجماعة كنت نقلب على الوعاء العقاري في أيرفوت أخذيناه واخذيناه وقاع ووعاء العقاري كذلك في الرساني وقررنا أنه نبدوه مستشفى والتمويل ديالهم كين خرجناه ابتداء من 2014 باش نقول لك ديال أيرفوت الدراسة التقنية بدات وغاتبع مقاريب ستبدأ ديال الرساني